كابت الخطيب في المؤتمر في كشف الحساب استعرض بقى إنجازات الكورة الكورة عملته في هذه الدورة نشوف اللي تقال من أربع سنين وهدفنا اللي كان واضح جدا إزاي بطولات الرسمية بالنسبة للنادي الآلي تكون فيها زيادة لدلاب بطولات النادي الآلي وأعتقد كان من أهمها البطولة الأفريقية اللي ربنا كرمنا الحمد لله ببطولتين وراء بعض وفيه حتى مسلنا كمان نهائي ما وفقناش فيه في الأربع سنين يعني وصلت نهائي ثلاث مرات كسرت بطولة وخدت بطولتين ودوارت في كورة القطر لكن من اللي احنا شوفنا هذا برضو لازم ان احنا وفيه شكر واجب شكر واجب لالجيل ده الجيل ده من اللعيبة الجيل ده حاجات كتير جدا في ظروف صعبة جدا أنا بشكر كل اللعيبة وكل واحد فيهم لان كل واحد فيهم الحقيقة عمل يعني أقصى أقصى ما يمكن علشان يساهم في رفع اسم وتاريخ النادي الأهلي وإضافة تاريخ للنادي الأهلي وده انك انت دايما تتذكر يعني تدي الفضل يعني أنا بيعجبني جدا الدكتور حسان موافي عامل حاجة مركز على جبر الخواطر جبر الخواطر دكتور حسان موافي أهلاوي قوي أهلاوي جدا ده كان حارس مرمى في فترة من فترات الأهلي أقبرني أقبرني السنة اللي فاته تفرج على ماتش قال لأ أنا جايلك بس عادة تفرج على ماتش وإنت ما بتتفرجش لطولة حتفرج عشان تخاطرك لا أهلاوي طبعا جدا وله أراء يعني لا لا متابع متابع جيد ده ما هو بيقول لإيه جبر الخواطر جبر الخواطر أهميته إيه اللي بيعمله الكابت غطيب إنه يشكر الناس يشكر أصحاب الفضل هو ابتدى بالكورة ابتدى بعنصرها ابتدى بكل واحد فيه أهم من الفلوس لدرجة إن المثل الشائع جدا لقيني ولا تغديني يعني بس قابلني كويس مش مهم إنك إنت تغديني وإنت مكشر ابتسم وإن شاء الله ما تغديني لإني دي اللي بيشحن بطاريات الطموح وتديلك طاقة إنك عايز سدي كل اللي جواك وتزود الإرتباط وتزود الإخلاص أما نتبادل مع بعض كل ما هتديني مصالح وكل ما تحقق لي بطولات كل ما هقدرك ماديا وأدبيا فعندما تأتي لحظة التقدير الأدبي في حساب ختامي كانت كلمة مهمة جدا يعني أشاهد بكابتن سيد طبعا وده لحقه قوي وهو استحق هذا الكلام وقال من ألمع أبناء النادي الأهلي وقرنب العظام كابتن سابط البطل والعظماء في هذا المكان أشاهد بمصر المسلماني وأنجازاته ولا يجب أن نقيم الناس أنها جابت 90% مش 100% ترجمة نانسي قنقر